فيديو جديد وفيديو مميز عايزة ارحب بيكم معايا في فيديو النهاردة طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معانا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها هنا هنشوف عندنا نوع من انواع الشماعات اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على المنشر وتنشر عليها كل الملايات او كل البطاطين اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده هنشوف عندنا غطى الماكرويف والغطى ده بيساعدك انه يحفظ لك على نضافة الماكرويف وان اي حاجة هتسخانيها فيه هتفضل طرية او طازة اكنك لست عاملها دلوقتي تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا الاشعاطة العريضة اللي بتساعدك ان انت تلمي كل المية او التراب من على الارضيات او مختلف الاسطح اللي عندك بطريقة سهلة وسريعة جدا زي ما واضح كده قدامك من خلال الفيديو هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الشماعة اللي تقدر ان انت تنظمي بيها البناطيل او الجيب وغير كده تقدر ان انت تنظمي الشماعات دي فوق بعض بحيث انك توفري عندك المساحة جوة الدولاب ودلوقتي هنشوف عندنا المصفى دي تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحود عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها المواعين او الخضار او الفكهة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوى للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا للسفر يعني لو انت مسافرة تقدر ان انت تخطيها معاك في الشنطة مش بتاخد معاك مكان خالص جوه الشنطة هنا معانا الشبكة دي وطبعا الشبكة دي بتكون متحركة وتقدر ان انت تستخدميها عندك على الشبابيك في البيت او تقدر ان انت تستخدميها في العربية وهي بتيجي متوفرة بكذا حجم وبكذا مقاس تقدر ان انت تختاري الحجم المناسب للشبابيك الموجودة عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجفف للخضار او الفكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبتساعدك ان انت تجففي مختلف انواع الخضار او الفكهة يعني مثلا لو انت عندك ملوخية او خاص او اي نوع من انواع الخضار او الفكهة تقدر ان انت تجففي بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض عندنا السلة الصغيرة دي طبعا تقدر ان انت تعتبريها سلة مكتبية يعني تقدر ان انت تستخدميها عندك في المكتب او على الكومودين في قضة النوم او تستخدميها على صفرة وقت الاكل وترمي فيها اي حاجة انت عاوزيها بعد كده معينا منظم الاحذية طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كذا رف كده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف الاحذية بطريقة مرتبة جدا وده هيتساعدك ان انت تتخلصي من كركبة الاحذية اللي بتبقى موجودة عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم لمختلف انواع واشكال الديكورات اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وطبعا بيكون في منه كذا تصميم وكذا لون وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الفواصل الصغيرة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك جوه التلاجة وتفصليه وتنظمي من خلالها مختلف الحاجات اللي انت منظموها جوه التلاجة عندك سواء زيز الصوصات او علب العصير او الاكياس زي ما انت شايفة كده معي دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات البوكاليات وهي بتيجي باحجام مختلفة تقدر ان انت تنظمي بها الرز او السكر او الدقيق او مختلف انواع المكارونات او تقدر تنظمي بها المكسطرات او طبعا مختلف انواع الاطعمة اللي انت بتفضليها تقدر ان انت تنظميها في المنظمات دي وطبعا تقدر ان انت تستخدمي المنظمات دي في التلاجة او برا التلاجة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مقعد تقدر ان انت تثبتيه عندك على كرسي الحمام والمقعد ده بيكون خاص بالسيدات وخصوصا الحوامل بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للمكسرات تقدر ان انت تنظمي ويتقدمي من خلال وستة انواع من المكسرات زي اللب والحلويات والشوكولاتات او مختلف انواع المكسرات اللي بتبقى موجودة عندك وبيجي فيه جزء كده تقدر ان انت تثبتي عليه الموبايل بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الغسالة الميني الحديثة اللي تقدر ان انت تغسل بيها الشربات او الملابس الداخلية او هدوم الاطفال او مختلف الهدوم اللي بتكون عندك وطبعا هي بتوسع معاك العشرة لتر من المية وغير كده الغسالة دي بتحتوي على مجفف بيساعدك ان انت تجفي في كل الهدوم اللي انت غسلتيها واهم حاجة في الغسالة دي انها مش بتاخد عندك مساحة خالص في البيت بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للرز والمنظم ده بياخد معاك حوالي عشرة كيلو من الرز او الدقيق والمنظم ده بيجي كده فيه جزء من فوق تقدر ان انت تحط فيه توم او قرنفل بحيس ان الرز ده عندك ما يستويس وغير كده بيجي معاها اداة معيارية بتساعدك ان انت تعايري كمية الرز اللي انت محتاجاها وكمان تقدري من قلال الاداة المعيارية دي ان انت تستخدميها كمصفة برضو تخسليه وتصفي بيها كمية الرز اللي انت عايرتيها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف كرس الحمام وهي بتساعدك ان انت تنظفي كرس الحمام بكل سهولة والاداة دي بيجي معاها مجموعة من الكطع الاسترنجية اللي بيبقى فيها مد التنظيف بتساعدك ان انت تنظفي وتعقمي كرس الحمام وهي طبعا بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجاها وغير كده بيجي معاها حامل تقدر ان انت تثبتيها عليه وهنا هنشوف مع بعض عندنا قرفف تنظيم بتيجي باحجام مختلفة تقدر ان انت تثبتيها على الجدارة عندك في الحمام بكل سهولة وتنظم عليها ادواتك زي الشامبوهات او الكريمات او العطور او تقدر ان انت تثبتيها على جدار المطبخ وتنظم عليها الصصات او التوابل او اي حاجة انت عاوزة تنظميها عليها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات للتوابل تقدر ان انت تنظمي فيها مختلف انواع التوابل البودر واستخدامها طبعا بيكون سهل جدا وعملي وغير كده تقدر ان انت تنظمي من خلاله الكمية اللي انت محتاجاها من خلال الضغط على المنظم ده بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الفرشة الصغيرة دي تقدر ان انت تنظمي بيها مختلف الزوايا اللي بيبقى صعب عليك ان انت توصلي لها فتقدر من خلال الفرشة دي تنظمي مختلف الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما ظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الرخامة وتنظم عليه ادوات ولوازم المطبخ زي الصوسات او الشوك او السكاكين وكمان تقدر ان انت تنظمي فيه ستة انواع من التوابل اللي تستخدميها بعد كده هنا هنشوف عندنا حامل للموبايل مقاوم للمية تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وهنا معانا الممساحة المارينة جدا زي اللي تقدر ان انت تاثوري منها كل المية وكل مواد التنظيف اللي موجودة عليها بكل سهولة وغير كده طرق استخدامها متعددة تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف الجدران او دوليب المطبخ او البلاط او المريات او الشبابيك وهنا معانا الفرشة اللي بيجي فيها جزء مخصص تقدر ان انت تديفي فيه ستبون السائل وبعد كده تقدر ان انت تنظفي بيها المواعين وغير كده تصميمها عملي جدا ومش هتجرح ايديك وانت بتنظفي بيها المواعين وبيجي معها حامل تقدر ان انت تنظميها عليه بعد كده هنشوف عندنا ممساحة مخصصة لتنظيف الشبابيك والممساحة دي بيجي فيها جزء مخصص كده تقدر تديفي فيه مادة التنظيف اللي انت بتستخدميها وطبعا طريقة تصميمها بتسهل عليك ان انت تنظفي الشبابيك من جوه ومن بره بكل سهولة وده لان هي مرينة جدا في الاستخدام وتقدر تتحكمي في الطول بتاعها على حسب حجم الشباك عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا على صنع الزلبية او الثنبوسة او القطايف وتقدري من خلالها تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وطبعا تقدري تعملي منها كمية كبيرة في وقت صغير ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده اقول لك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقول لك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدايا تنكدها اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليك سيبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجران عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسبكم في رعاية اللي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر